إذا هون راح ندخل الـ average DC voltage أو الـ DC voltage اللي طالع من الـ 3-Face Control Direct Fire راح نحطه على DC motor راح نشير هذا الـ load وراح ندخل الـ DC motor طلع عندما نرجع على الـ library راح أخذ library browser نحن أخذ هون هلا machines راح تلاحظوا في الـ machines في مجموعة من الـ machines هون راح أخذ DC machine راح أخذ الـ DC machine راح أخذ الـ DC machine راح أخذ الـ راح أخذ الـ إذا تتظهر على هاي الـ DC machine بلها 6 telnons راح أخذ الـ machine راح أعطيكم فكرة سريعة الـ DC machine في بلها فيه الـ عشان تكون في عندي ماغنيتيك فلوكس هدول الطرفين هم تنقوم في ماغنيتيك فلوكس عندي هون في A plus و A minus اللي هم الاربنشر هون بأغير الاربنشر هيا الوصفة الرئيسية تبعتي الدي سي موتور بشكل مبصن جدا بتنهيري للفوتج اللي هون ممكن أغير التورك وسبية تبعك المحبري هون قال عندي ان ميجرد نصبحوا هذي آتوت لأنه سهم بهذا الاتجاه وهذي آتوت لأنه سهم بهذا الاتجاه هذا السهم اللي هو معناه إنه إذا بيتي أخذ مجردكس بدي معلومات عن هذا المحرك رح يطلع ماها أهله هذا على شكل M. شو بتتوقعه M رح تكون خط واحد ولا خط مركب 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 لأنه فيه أكثر من شغل رح يعطينا أشياء عن السرعة والتورك والأشياء مختلفة الموار اللي بيظل عندي تي ال يعني كأني بحكي لن بحب على المحرك فالتي سي موتور هذا لازم يعني لازم يتغلب على هذا التورك كان هذا تورك خارج ما أحطه عليه إذا كبس لم فتحنا البرامتر إذا طلع على هذا الدي سي موتور ممكن طبعا ألغي المجرمتز إذا ما بدي إذا لي باطل ألغي المجرمتز لا ما بطل هلا هون عندي الامبوت ممكن يكون الامبوت يعني ممكن إني أحط الامبوت يكون يعني أنا بدي هذا المحرك يمشي على سرعة معينة والتورك هو بيكون بيكون هو بعطيني تورك معين أو إني بدي أحطه على تورك معين إنا بدخل للود تورك معين والسبيل هي بتتبع منها في عندي هون بريسك موضل في مجموعات موضل ممكن أستعملها لمحركات مختلفة فهون في كل حال من الحلق بعطيني تبع المحرك بعطيني الفولتج تبع الارمتشر والفولتج تبع الفيلت فمكن أختار والسرعة اللي يمشي عليها هذا المحرك بين الاردين ألف سراهية وخمسين اردين في الحالة هاي فمكننا نختار محرك معين من هذول المحركات مثلا لو أنا اخترت حول فرضة خلينا أخذ خمسمائة فولت رح أخذ ارمتشر خمسمائة فولت عشرة والفيلت اكساديشن ثلاثين فولت البرامتر اللي بيكون درس ماشين هون أنا بضاش غيطوا عن البرامتر لأن اخترت الريست إذا ما كانتش المريست هون لو ما اخترتش المريس HARRIS هون بضاي نغيير البرامتر zay ما ماAA بديلا وجعتهم مرة تاني نوم واوجين هون راح تجد أرمون اللي تكن بدينا متالك��� mentors المتالك Pit company أول ماحكب Looking الربامتشر خبع Этот الفيلت الإكسيشن هون الربامتشر الربامتشر وامتش لا يعيش هاي هذه الإنيرشيا تبعيت الروتو نفس المحرك تبعه الروتو تبع المحرك فيه الإنيرشيا كيلوغرام مدسوأ في كمان هون viscous friction و coulomb friction إيش تبري من viscous friction وال coulomb friction؟ الفيسكس friction عايش بتعتمد؟ عسيد عسيد متزيد مع سيد الكولولم friction؟ ثافت ثافت راح تبري و الانيشال سبيد لو نبدأ عددون ترانزي تصوص الانيشال سبيد يعني السرعة القيوف يبذر لها المحرك أنا هذا الوقت اللي حاضر رح أخيّن رح أخذ بس واحدة من الconfiguration preset configuration رح أخذ هذي العشرة بروس طول اللي كانت خمسمية وثلاثمائة موطن هون رح أول ووكي عندي هيا تصار هذا المحرك جاهز الآن بدي أدخل الـ DC هلا الـ DC رح يجي من الـ Terminal تستبعون الـ Output مع rectifier هلا الـ positive عندي هذا رح يكون الـ positive رح أشفقي الـ positive هون مع A هيا هيا أنت رح وصلت الـ positive مع الـ positive عندي نحن هذي نارفون الـ positive عندي والـ negative رح أشفقه مع الـ negative رح أخذ من هاي مشيهات بسرعة هذا محرك بتغيير الـ رح أخذ من الـ positive رح أخذ من الـ positive رح أخذ من الـ positive رح أخذ من الـ negative من هاتشة الـ positive بس فإذا رح أجيه الـ constant DC voltage source خلينا نرجع الـ library browser بدي أرجع السمقة بدي أتطلع على sources electrical sources فيه اندي هون فيه controlled voltage source وفي DC voltage source أنا بدي DC لأني بدي أثبت DC بس على الـ V قديش لازم توقيمتهم؟ تذكرين؟ تلاتمين تلاتمين لا بالموضل هون إذا فتحنا الموضل من هون راح تشوف من البرانتر استبعتهم تعفوا من هون ها يرفيه؟ بسي ما نحب هون قد نحب هون فتبت هاي على تلاتمين بولت بيسين وبهذا رمس ولا أبرا؟ أبرا رمس 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 ليش هادل بولت دي سي دي سي دي سي افل انه فهو كونستان دي سي كونستان دي سي الابرش والاركس ومانا لسهم تبا انا... بعدين رأيض اتطرف المعون هي صار عندين فيه فيه فيل في كصائب هلا لازم أحدث التورك اللي بيدي أخذه من هادي المشين هلا أنا خلينا اتحكي بس اديش رينش التورك اللي باطينيه او احنا منحترنا اعرف من هون. الاندي الف سبعين وخمسين اربعام عشرة فلسطاور متر ناخد فطرة عن التورك تبعه مزبوط. ايش بيدي احويل احويل اول اشي العشرة فلسطاور بيدي احويلهم ل كل فلسطاور شو بساوي? سبعين وستة واربعين. ازا ازا عندي عشرة فلسطاور في سبعين واربين ستة واربعين وارب. بعطيني سبب سمين بوينت فور سيكس كيلوولز. ازا هادا محرك للا. الريزي باور تمعته سمين بوينت فور سيكس كيلوولز. واي اصدناها. انا عارف سرعته. ازا ايش بوضع رحسب منه? ازا عارف ال باور عارف السرعة شو بوضع رحسبه? التور. التور. تمام. بس السرعة ما بوضع استعملها بالاربين لازم احولها. الريد. الريدين زل السكن ازا الف وسبع På 250. والا الستين. وتعتيني. تسعة واشرين point one six Hernandez بوضرب في اتنين، بوضرب في. او مي. ازا ايش amb ηbe後 اهرب مية ثلاث وثلاث 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 mecca او ازا ايش؟ تورك. تساوي تورك في اواميجا. التورك لازمكونوين نيوتنمتر نيوتنمتر السرعة على سبب مهدتها والطاور على سبب مهدتها سبعة تالاف و أربعين و ستتين واط تساوي تاو ريتد تبعت هذا المحرك مغبوبة في أوميغا اللي هي مية و تمهين ثلاثة و تمهين و تمهين point three فتطلع معي الريتد تبعت هذا المحرك هو 7460 نفسي يرون على ثلاثة و تمهين point three وتطلع معي 40.7 فتطلع إذن ريتد لطاور تبعت هذا المحرك تبعته 40.6 سياران وتطلع 40.7 40.7 إذن ما بدا أحف عليها ترق أعلى من هذا الطور خلينا فتطلع معيه مثلا عشرين يولتر متر روض حتى نحط عشتين هادي هوا سيجنال ولا ولا فونتش؟ سيجنال. إزان إيش فقط راح حبت لها دخل لها مباشرة؟ كونستان. كونستان. إزان نرجع هون لا نيجي على اللايبري براوزر واللايبري براوزر نرجع على السيميرينك نفسه عمين المين ما نتبعي السيميرينك. عمين كونستان وعيني كونستان. راح أقل هلا كونستان. راح أقيد اسمه عشان ها نشوفوه هذا. هنسميه هذا لوت. راح احبوه عشرين مثلا. فراح كون مش كولي لوت. يعني تقريبا مص اللوت عليه أو أقل شوية مص اللوت. إزان صار عندي لوت. هلا ليش الوحيد اللي بهمني بدأ شوف سرعي بعد كيف بتحرم. مفروض انه اول ما اشغلو احط عليه الفوتج راح تصير يتزيل. هلا انا هنديش حاطة الفاريكاين. دخليني تقطه للفاريكاين يتزيله. بحيث ان يكون الفول الفوتج جائعي. تذكروا ما اديش رايف الفوتج هو تبعيتم هذا المحرك؟ خمس مين فوتج كان. محرك هذا كان خمس مين فوت. هتتأكد هتتأكد. هتتتأكد. طلع على المودل. احنا دايش را تطلع معنا ابرج فوتج لبتكون الالف زير ونحصتناها بشوي. خمس مية. خمس مية واحدة عطش. طلع معنا خمس مية واحدة عطش. تتكرين الابرش. حسبنا الابرش كانت خمس مية وستة وثلاثين دقيق بس الابرش كانت خمس مية واحدة عطش. خلي ننزلها شوية صغيرة مثلا. ننزل هون الفوتج نحط بدان ما هكنا ندخليها مثلا هذي ثلاثين. اذا هون زاولة ثلاثين. كيف ممكن احسب الان الابرش فالو بايش وضروك؟ في كوساين الثلاثين نزبوط. كوساين الثلاثين قديش؟ تطلع حوالين الاربع مية اربع مية اربع مية وشهور. مثلا هيا هذي جافعين. برحبين الابرش بووتج على. الشيء واحدين من هذي بدأ رافو. بدأ اطلع على. بدا اطلع على السبيد اللي طالع. خلينا اوخذ هذي. حوالين انت تضرب ماهن كوب. اللي مش متأكد كم خط عندي هون فيها. لخنا نشوف اسا بوزوط معا ازا برضنا عماليا هلبة دعا اشياء تقيم الأحده. شوف اترانس. لا لا بي ترانس. في سنيني ستاني. انا هون ما عندي شي بheen. اللي مش هذكر اي واحدة فيهم بي اسبيد على اي حد. اتي راح عاملو? راح ادفل هاي زي ما في. مفهوظ انه بيين بيكود السيجنل بيين بيين فيهم سبيل فيه أكثر من سيجنل بهذا الخارج ما راح مطبي مرتبلاكسر راح خليها زي ماهين ورح تبينوا معين في السيجنل زي لتطلع الهارة تطلع المعين ليترماغنتيك دورك وسبيل والأشياء طيب ايك جاهزين نعمل مفهوظ انه جاهزين نعمل ران خلينا نجال نجحوظ شوف حد الروبلي جبريد كوساين التلاتين في خمسة نية واحدة عشر اربعين 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 ازل ان هو نفس الرقم اللي طالع معنا هون مزبوط هنا هنشوف هلا ازا سرعة المحرق فعلا نتغيرها كبير للا مفهوظ السرعة لابين تبدأ احتمالي كبير هذه السرعة بس ما وصلش لسا خلينا ازيل الزمن. طلعت من الخط ايه. طلعت من الخط مضبوط اربعة سبب. هلا انا ازيل حزب ما بتفكر بيارجع لتركيمنتيش بس ازيل واحد منهم الالكتروماغنيتك تورب. واحد منهم السبيد. وفي تنين تانية تمكن يكون واحد منهم الكرنت. بدي ازيلنا الزمن لانه انا موصلش ستابي ستيت. فراح عمل هاي بوامل ثري ساكنت. نعمل نعمل ثانية. كيف ندر نعرف مين فيهم السبيد. اي واحد من الاربعة سيجنلز هذول هي السبيد. من الالوان. هل نتكرين الالوان. شو كان اول لون. يلو. فننطبعها دعني. يلو نشوفوا بعض ربطيها اعرف مين في هذول الاربعة. هو السبيد. بعض ربطيها احب بيه ملتي فليكس وقطر لبس كيف يصير لو غيرت الفاري ماني الان. بنفسه. راح تزيد السرعة. ازا نزلت اه ازا اعفوا ازا زلت الفاري هاينجل بنزل الفوتش تنزل السرعة. ازا ضغلت الفاري هاينجل بزيد الفوتش تنزيل السرعة. على نفس التورك. التورك انا اظهر مثل اللوت تورك اللي حامله يعني. ازا كان يحامل لوت او عملي بقاوم بحرق لوت معين يتغير معين تيس. اي تقريبا موصل استادي ستيف. واضح احنا موصل استادي ستيف. موصل استادي ستيف. موصل استادي ستيف. انا هذا الاسرع موصل استادي. اذا اللي هو اول واحد. اذا راح عمله الوامل الآن عشان الرتب بس هاي وركز عليهم واحد واحد. راح اجيب دي مالتي بلكسر. دي مالتي بلكسر راح احطه هون احط له اربع او بوط. بعدين الاربع او بس هم اخذ منها لسه اول واحد اتخذ لها. هلا ازا ادخلتوا عادي اتخذوا الاربع التانية. التلاتة التانية يجوه. بقدر كمان هلا اجيب واخدته هون حتى اعرف السرعة. ليش هلا انا منظر من اقرأ قلبي بفهم. هلا المفروض ازا ثبتت البوطج وغيرت التورج شو بتتوقع ومسيه? ازا هادا المحرك الان ثبتت البوطج خلص البوطج ثابت ومطلت تغير الفارق عادي. لو زدت اللود اللي انا حاطه هادا المحرك شو راح تصير بالسرعة? راح تنزل. شو اللي يصير بالكرمت اللي هو بسحبه? نسيه. ازا العمل في العكس ازا خففت التورك عليه شو راح يصير بسرعته? بتزيده. بتزيده شو ما يصير بالكرمت اللي بسحبه? بقيت. قديش هون التورك بقدر ازيده راحت قديش تقريبا? اربعين. ازا بزيد تزيد فوق اربعين. راح يتحول لجنراتر. راح يصير التورك الخارج هو يعكس اتجاه ويحركه بعكس الاتجاه. وراح يصير. كأنه هذا هو اللي بعمله. مين هلا اللي بعمل درايفي? الموتور بعمل درايفي لهذا اللود. ازا اللود زاد عن الحد صار كأنه في عندي تورك خارج عماره بحرك المحرك حتى يحوله لجنراتر. خلص. ها يطلع عندي سيكنار واحدة. اللي هي سيكنار. لان ما احنا حطينا الانشاء بعد الزيرة. زادت معي هون. هلا هون انتو من انتو من خبرتكم. شو باخترق? ايش هذا بذكركم? كان يندخن. مصبوط? اه. شو هذا الريس بونس? كانو سيكنار. كانو سيكنار. كانو سيكنار. مصبوط. مش فرس او در سيستم. كيف بعمل? وحييقاتو باشي. اللي ما اعطيكم. هلا بس سوالي طال. خلينا شوف السرعة. انديش تفقد السرعة على انديش تقريبا عشان انسجل عندنا? السرعة تقريبا مئة وسبعة وسبعين. حتى نسجل عنده مئة وسبعة وسبعين. قديش كان الفولتج في هديك المغزة? اربعمية وطنينة واربعين. على على فولتج اربعمية وطنينة واربعين السرعة كانت مئة وسبعة وسبعين. خلينا مثلا الآن اه اه اغير الفولتج. حتى زيب الفولتج ايش لازم عمل بالفارق عينجل? اقل الفارق عينجل بزيد البولتج. اذا الآن على فولتج مختلف على الفارق عينجل وغيرناها. خلينا شوف الآن شو بيصير. انا بدأت كوصاني التلاتين راح يكون كوصاني العشرين. حضر مجل خمسيني واحدة. اربعمية وتمانين كانت. اربعمية وتمانين تقريبا. اربعمية وتمانين تقريبا. اربعمية وتمانين. على سبيد يش لازم يصير فيها؟ انا رفعت الفولتج على نفس التلاتين. شو حصير? بتغيب. لا رفعت الفولتج مش التلاتين. زيبت الفولتج على نفس التلاتين. وهلا ما نقلل الفولتج متأكده بالسرعة بتزيل. صارت ها الداشة سرعة الجديدة على أربعية وتمانين وتمانين. هل داشت صارت السرعين في تقريبا؟ واقرباية وتمانين وتمانين وتراتين وموس. خلنا نجرب آخر شي. إذا ننزل الزولتج فراح تزيد الفارن ناغذة عام تلاتين. خليها متران خمسة واربعين. صارت خلسين وعلى عشر كوسان بصمس وحرمين هذا راح تسير لاحظة هو استعملنا الأفراج بالقصدين كيف يعرف من هذا الأفراج بالقصدين؟ من المنزل المعارض من المنزل من المنزل المين فييجي هذا كلز يارفن من المنزل إذا بدي استعمل النفس بيزن كوسائل 45 مضروف في 521 عشان عاطيني 360-32160 فولت قلنا ننام نشوف قداش تسرعة رح تثبخ على أي قيمة نفوت السرعة لا تكون نزلت نزلت تقريبا 100-41 إذن ماضح إنه لما التورق لون عندي كونستان إيش كانت علاقة بين السبيل والبوتج؟ كل ما زدني البوتج بسيجل السبيل طبعاً فيه إولاقة تانية ممكن نعملها اللي هي إولاقة ما بين على كونستانت بوتج إيش الإولاقة بين السبيل والتورق